بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب مدرسة المنتزى طلاب الصف الخامس معيكم إسهدير هنحل تاني مراجعة نحل مع بعض الأول أنا عايز أفكركم أن أنتو كان عندكم إيه كان عندكم واجب الواجب ده هنرجع لأول مع بعض يلا بينا نشوف السؤال بتاع الواجب كان إيه ألف أكمل العبارات الآتية بما يناسب واحد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الوحات هو إيه هو المصدر الرئيسي اللي بيعتمد عليه السكان الوحات هو المياه الجوفية اللي جابتها هتكون إيه المياه الجوفية اتنين يعتبر ناط هو أساس الصناعات الحديث إيه هو أساس الصناعات الحديثة الحديد رقم ثلاثة يعد البترول من مصادر الطاق قلنا إن البترول والفح مرغز الطبيعي من مصادر الطاقة لإيه الطاقة الغير متجددة إيه إيه الطاقة غير متجددة أربعة يعد العصر البطلمي عصر خلفاء عصر خلفاء مين؟ الإسكندر الأكبر عصر مين؟ خلفاء الإسكندر الأكبر تايب إيه؟ سوّب ما تحتوي خط هتضل خطة على أول كلمة الفحم من مصادر الطاقة المتجددة هكتب أي حاجة من مصادر الطاقة المتجددة يعني زي الشمس اللي كتب المياه الصح اللي كتب الرياح صح برافو عليك ولي كتب الطاقة الكهرمائية الصح يبقى أنا عندي بدل الفحم هكتب مكانها لإيه؟ الشمس اتنين صناعة الأساس من الصناعات الاستخراجية وحط تخط على كلمة الاستخراجية هنقول له لا صناعة الأساس من الصناعات التحويلية من الصناعات الايه؟ التحويلية رقم تلاتة انتصر أنتونيوس في معركة أكتيوم البحرية وحط تخط على أنتونيوس صححها ازاي؟ بدأ كلمة أنتونيوس هتبقى أكتافيوس هتكون ايه؟ أكتافيوس أربعة دخلت المسيحية إلى مصر على يد الإسكندر الأكبر وحاطت خطة على الإسكندر الأكبر لا هي دخلت على يد من؟ القديس موركوس الإجابة هتكون إيه؟ القديس موركوس يلا سأنا خمسة نشوف أسئلة النهاردة هتكون إيه؟ يلا نركز معيها كده على الخريطة السؤال الأول ألف أمام خريطة زماء لمصر أكتب ما تقول الأرقام رقم واحد هنبص على رقم واحد في الخريطة فين؟ موجود عندي نهر نهر إيه؟ نهر النيل هنبص على رقم اثنين في الخريطة عندي بحيرة بحيرة إيه؟ بحيرة قارون بحيرة إيه؟ قارون رقم تلاثة نبص عليها في الخريطة منطقة إنتاج معدن الزهب إيه هي المنطقة الموجودة على ساحل البحر الأحمر؟ هي منجم السكري منجم إيه؟ منجم السكري رقم أربعة منطقة لإنتاج الفحم عندي في الشمال هنا منطقة إسماء إيه؟ جبل المغارة شاطرين يا سنة 5 ما مقترحاتك لتنشيط التجارة الخارجية في مصر احنا قلنا التجارة الخارجية ان انا بعمل ايه هي انتقال السلعة والخدمات ما بين ايه الدولة ما بين دولة ودول الاخرى طيب انا عشان اعمل عملية تنمية للتجارة الخارجية لازم اعمل ايه عقد الاتفاقيات اقتصادية مع الدول الاخر كمان ابتدي احسن المنتجات الصناعية بتاعتي اللي انا بصدرها ليه الخارج وكمان ابتدي اشترك في التجمعات الاقتصادية يبقى اجابتي هتكون ايه او اقتراحاتي 1. عقد اتفاقيات اقتصادية مع الدول الاخر 2. الاشتراك في التجمعات الاقتصادية 3. تحسين المنتجات الصناعية المصرية سؤال 2 سل من القائمة بما يناسبها من ب سنرى هنا سنرى سؤال مثل هذا في الامتحان سنقرأ الأول الإجابات القهراء القبرى واج النطرون نجا حمادي شرق العوينات الأسكندرية والبحر المتواصل سنرى الأسئلة ستكون 1- يتم توليد الكهرباء المائية من محاطة قناطر سنختار قناطر نجا حمادي رقم 1 نجا حمادي يرتبط متر الأنفاء بين ثلاث مدن تعرف بإقليم القاهرة الكبرى رقم 2 ستكون القاهرة الكبرى سؤال رقم 3 أنشاء بطليموس الأول مجمعاً علمياً قديماً في مدينة رقم 3 ستكون مدينة الأسكندرية سنختار الأسكندرية رقم 4 مشروع يهدف لي استصلاح 255 ألف فدان هو مشروع سيكون مشروع عندي مشروع شرق العوينات رقم 4 ستكون اختياري مشروع شرق العوينات رقم 5 أكبر المناطق انتاجاً للغاز الطبيعي في مصر هي منطقة منطقة البحر المتوسط منطقة البحر المتوسط رقم 5 سنختار البحر المتوسط رقم 6 مجموعة أديرة ترجع للعصور الأولى المسيحية يطلق عليها أديرة أديرة وادي النطرون رقم 6 سنختار وادي النطرون برافو عليك يا سنة 5 يلا بنا نشوف السؤال ما النتاج المترتبة على إصدار قوستانتين الأول مرسوم ميلين نراجع مع بعض كده قوستانتين الأول عمل إيه؟ قوستانتين أصدرها مرسوم اسمه مرسوم ميلين سنة 313 الميلادي نص علي الاعتراب المسيحية ديانة إلى جانب الوسانية أعادة أملاك الكنيسة المصادرة وكمان الغالعقبات على من يعتنق المسيحية طيب مanteا نتاجه الحديث الذي سيترتب على تقوض علىه هو انهاء الاتهاض للمسيحية قارئ الإلاء انهاء الاتهاض للمسيحية طيب نشوف رقم 2 إنشاء من دوميوت النتيج هاتترتب عليه قارئ إلى تخفيف الضغط عن مناء الأسكندريا قطئ لايه قارئ إلى تخفيف الضغط عن مناء الأسكندريا سويا الرقم 3 ألف بما تفسر 1. انتشار النباتات الصحراوية في مصر ونضرة الغبات ليه بتنتشر عندي نباتات الصحراوية وعندي نضرة في الغبات؟ بسبب نضرة الأمطار بسبب إيه؟ بسبب نضرة الأمطار رقم 2 نقص الإنتاج السمكي في مصر إحنا عارفين إيه هي الأسباب اللي ساعت على نقص الإنتاج السمكي في مصر 1. تلوث مياه البحار والبحيرات 2. تكفيف مساحات من البحيرات 3. استخدام وسائل السيد البدائية 4. قلة رؤوس الأموال 5. صعوبة السيد في البحر الأحمر طيب سويا الرقم 3 أهمية التجارة الخارجية قال لي أن التجارة الخارجية بقدر أصدر الفائد من المنتجات فبالتالي هيوفر عندي العملات الأجنبية هتوفر عندي فرص العمل هتسد حاجة السكان من الغزاء ووسائل التكنولوجية اللي بيعجز السوء عن توفره سويا الرقم B أكتب ما يتشير إليه العبارة 1. دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية والأدبية ده تعريف إيه؟ تعريف الجامعة تعريف إيه؟ جامعة 2. ندرة المطر مما يدر بالأنشطة البشرية وخاصة الزراع والرع هو نشاط الجفاف هو إيه؟ الجفاف ده تعريف الجفاف السؤال الرابع ده عليك ويجيب زي المرة اللي فتت بالزبط أكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة في ميل 1. يستخدم المنجنيز في سنوعة السلب صح والغلط 2. القطن يأتي في المركز الأول من صدرات مصر ثم الأرث في المركز الثاني صح والغلط 3. يتم توليد الكهرباء من محطة إسنى القديم صح والغلط 4. يعد دير المحرق بأسيود أكبر أجيرة مصر والشرق الأوس صح والغلط 5. ماذا يحدث إذا زادت صادرات مصر إلى دول العالم 6. لم يأتي العرب المسلمين بقيادة عمر ابن العاص إلى مصر 7. لم يتوفر معدن الفوسفات والمانجنيز في مصر شكرا جدا لطلاب الصف الخامس